بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ في هذه الحصة من مقرر الميكانيك المواعى الثانيين الشبتر الثالث لعنوانه boundary layer بداية رح نبدأ بال boundary layer history أو تاريخ boundary layer أول شيء the idea of boundary layer dates back at least the time of printed هذا العالم print عام 1904 كان عمره 29 سنة وكان عندها professor قدم ورقة مهمة جدا في الثرد انترنشن الماثماتيكالي كونغرس في هذه الورقة تم عرض فكرة boundary layer هذه الفكرة بداية تم تجاهلها ما بين سنة 1920 إلى سنة 1930 ثم بعدين بدأت بظهور هذه الفكرة وتم تطويرها إلى غير ذلك فهنا فقط تستعرض بسيط boundary layer history عام 1904 زي ما قلنا الحين برانت ففلويد موشن with very small friction 2D boundary layer equations بعدين 1908 بلازيوس the boundary layer in fluid with little friction and بعدين فون كرمن عام 1921 integral form of boundary layer equations هنا فقط قلت عملت عرض بسيط جدا لتاريخ boundary layer فان شاء الله في غلال الحصص القادمة رح نعرض ايش topics covered different boundary layer thickness زي nominal thickness displacement thickness momentum thickness and energy thickness وايضا equation for different boundary layer thickness فقط هنا بل دائما يعني ايش يعني boundary layer thickness بداية نبدأ بتعريف nominal thickness وما يرمز اليه بسيط دلتا nominal thickness of the boundary layer is defined as the thickness of zone extended from solid boundary to a point where velocity is 99% of the free steam velocity of u this arbitrary اولا قبل ما نمر الى الفقرة الثانية رح نشوف انه boundary layer تعريفها انه المكان اللي يكون فيه سرعة المائع 0.99 من سرعة المائع بداية قلنا هنا تم اختيار هذا ايش arbitrary يعني ايش يعني بصفة اعتباطية ولكن تم اتخاذ هذا التعريف بعدين this arbitrary especially because transition from zero velocity at boundary to u outside of the boundary takes place فهنا نفس التعريف اللي قلنا رح نشوف ايضا تعريف هيدا صرحه وبعدين في الرسمة ان شاء الله it's based on the fact that beyond this boundary effect of viscous stresses can be neglected فهنا viscous stresses تم تجاهلها في boundary layer فالرسمة هذه المائع بداية ايزي بسرعة you لا متناهي اول ما يستضم هنا بالنقطة الاولى اللي تسمى نقطة leading edge تكون السرعة عندها ايش ثم رويدا رويدا يبدأ المائع بايش بالتطور على ال x فهنا النقاط هادهم يعني داخل النقاط هادهم سرعة المائع هنا 0.99 او 99% من سرعة المائع بداية فنشوف هنا الخط الاحمر اللي رسمناه هنا في كل منطقة من ال x هنا ال x هنا ال x رح يسوي لي ايش يسوي لي خط الخط هذا يتم تعريفه على ايش nominal thickness delta or small delta هنا انكم خلصت يعني المقطع هذا فقط اود سؤالكم هل فون كارمان فون كارمان هو اللي بدأ فكرة باوندريلير او عالم ثاني السلام عليكم ورحمة الله